يواجه مستوردو الغذاء في لبنان الذين يعانون بالفعل من أزمة الدولار يواجهون صعوبات في حجز شحنات جديدة إذ تهدد جائحة فيروس كورونا الإمدادات وتثير مخاوف من طفرة أخرى مؤلمة في الأسعار وفي الوقت الذي يبطئ فيه تفشي الفيروس سلاسل إمدادات الغذاء العالمية يعطل بعض البائعين الشحنات ويرفضون الطلبيات الجديدة للبنان الذي يعتمد بكثافة على الواردات ويأتي ذلك في وقت صعب بالنسبة للبنان فالأزمة المالية أطاحت بنصف قيمة العملة المحلية ودفعت الأسعار إلى صعود حاد على مدار شهور وعن هذا الوضع يحدثنا نبيل فهد وهو مستورد ونقيب أصحاب السوبر ماركت في لبنان نحن على من ناحية تأمين المواد الغذائية لبعد شهرين لأنه في كثير مصانع برات لبنانية اللي منستورد منها أو متوقفة عن الشغل أو خففت إنتاجها فرح يصير في ضغط كثير ألاقيها وهون ألقنا أنه ما يكون في بعد شهرين أو ثلاثة كمية المواد الغذائية اللي نحن بحاجة لأيها ويهدد تعطل الإمدادات مع نقص العملة الصعبة بزيادة التضخم بدرجة أكبر مع ارتفاع معدلات الفقر وقال فهد الذي يملك سلسلة كبيرة من متاجر السوبر ماركت إن أسعار أغلب السلع ارتفعت ما بين 45 و50% وبعضها نفد بالفعل فيما حضرت الحكومة من أن احتياطيات العملة الأجنبية انخفضت إلى مستويات خطيرة وتعهدت بالإبقاء عليها لشراء السلع الأساسية مثل القمح والوقود والدواء ويخشى مشتروا المواد الغذائية الأساسية أن تحتفظ الدول المصدرة بشحناتها مع استمرار الجائحة أو أن لا تعطي الأولوية لدولة صغيرة يقتلها حوالي 6 ملايين نسمة